تستمر نجاحات التي تحققها المرأة السعودية وسط التحديات التي تعيشها في سوق العمل وها هي الفتاة السعودية إرادة الحنتول تروي لنا قصة نجاحها التي تؤكد لنا فيها أنها لن تتوقف عند هذا الحد بل إنها البداية فحسب كاميرا أقبل أن التقت في الرياض وأعدت لنا بهذا التقرير كان لها من اسمها نصيب هي اسم وصفة إرادة الحنتول هي ليست معجزة ولكنها ملهمة لكل من يظن أن الظروف القاسية سبب للفشل والياس بداية الحمد لله بعدما خلصت البكالوريوس والحمد لله كان معدلين مرة ممتاز أنه يسمح لي أن ألتحق برنامج الماستر في أي جامعة حكومية خلصت البكالوريوس قدمت في كذا مكان ما حصل لي والله رقم وظيفي سواء كان على القطاع الخاص أو لا بدأت بمرحلة دراستي للماستر لظروفي ممكن العائلية قدمت حارسة أمن في مدينة الملك سعودية الطبية الحمد لله قبلت وأثناء قبولي جاني قبول برضو في برنامج الماستر لجامعة الإمام الحمد لله قدرت توفق ما بين دراستي وما بين وظيفتي على أنه كان فيها صعوبات بس التعاون إدارة الأمن دعوات والدتي الله يحفظها برضو يعني كان لها دور كبير أني الحمد لله أخلص الماستر بمعدل ممتاز يعني الحمد لله كان هذا بالنسبة لي أكبر تحدي في الحياة وممكن الإنسان إذا فكر أنه يدرس ويتوظف هذا تعتبر مجازفة إذا ما كان عنده سيستم أنه ينظم فيه وقته إرادة نهضت من بين أنقاض الظروف لتجد نفسها أبا وأختا ومعيلا لأسرة بعد وفاة والدها قدمت عني في كذا مجال بس إلى الآن يعني ما جاني والله رد من أي جهة على أنه في كل قطاع سواء كان القطاع الخاص أو العام أنا قدمت فيه بس مجالنا إحنا محتاج نظرة فيه من كل مسؤولين الخدمة الاجتماعية بالذات الخدمة الاجتماعية ما لنا فيها يعني ممكن أنه أغلب الوظائف اللي إحنا كأخصائي الاجتماعيين ينحط فيها ناس غير مؤهلين لها مثل الإرشاد الطلابي يتنحط فيه معلمة دين معلمة عربي معلمة فنية طيب إحنا أولى إحنا يخرجين الخدمة الاجتماعية يعني سواء كان من زميلات من البكالوريس من الماسر ليش طيب إحنا ليش مجالنا دائما مهمش بالذات إحنا هنا في المجتمع السعودي جدا مهمش مجال الخدمة الاجتماعية فهذا السبب برضو أنه كان له دافع أن أنا أتوظف حارسة أمن معني أنا معي ماسر خدمة الاجتماعية عملت حارسة أمن لتؤمن لقمة عيش شريفة وتكمل دراستها لتحصل على الماجستير محققة بذلك حلم والدها وخذت مرادها زي ما يقولون هي إرادة وخذت الإرادة من أسماه أخذ النصيبها ورغبة الوالد الله يغفر له ويرحمه أبوها كان يقول لها يا دكتورة يا أستاذة يا كذا يا كذا وعدها أول ابتدائي والله أني أودها عند عيال جيراننا كان إذا أقول لها أني أنا مدرست والعندي شهادة ما أعرف أودها عند جيراني إذا أقول لها الله فيهم خير والله الله يسعدون وجزاهن الله ألف خير جيراننا كان كان نحن في المنطقة الشرقية في الأحسان أودها عند ابنات تقول لهم أعطيف إذا أقول لها الله أبنات أعطيف الله يسعدون والذاكر عندهم في الابتداء أيها الحمد لله رب العالمين حصلت على اللي تبغاه أحمد الله ونشكره والله يجزاه خير ورفع عن راسي وانا راسي مرفوع به وهي بتي وهي أمي وهي أختي وهي كل حاجة حملت إرادة قلبا طيبا نقيا متواضعا وإرادة من حديد تكسر بها كل القيود فهنيئا لك هذا القلب وهذه الإرادة وهنيئا لوالديك